اثنين من الجنود الفرنسيين قتلا في عملية انقاذ اربع رهائنا في شمالي بوركنافاسو واسفرت العملية التي نفذت ليلا عن الافراج عن امريكي وكوري جنوبي وفرنسيين العملية جاءت لتحرير سائحين فرنسيين خطفا في جمهورية بناء المتاخمة لبوركنافاسو في الاول من مايا الجارية بعدما فقد اثرهما في محمية بنجاري رفقة مرشدهما الذي عثر عليه مقتولا بعد ثلاثة ايام من اختفائهما عملية تحرير الرهائن نفذت بمساعدة من الاستخبارات الامريكية وجنود من قوة فرنسية تدعى بيرخان متمركزة في منطقة الساحل تروم محاربة الجماعات المسلحة اضافة الى تدخل القوات البركنابية وبعيد نجاح العملية شكرت وزيرة الدفاع فلورانس باغلي الاطراف المساهمة في نجاح العملية لالتزامها ودعمها الفعال بحزن وآلم اتوجه بالتعازل عائلتي العسكريين واقاربهما ورفاقهما بالسلاح والى كل القوات البحرية اشكر دعم حلفائنا الامريكيين الثمين وتعاون سلطات بناء وبوركنافاسو وكانت باريس حذرت المواطنين الفرنسيين من السفر الى مناطق في جمهورية بناء الحدودية مع بوركنافاسو بسبب وجود مخاطر تعرضهم للاختطاف بناء التي لا تزال بمنأ من حال الفوضى في غرب افريقيا حيث تنشط جماعات ارهابية وتصعد من هجمتها وتنشر فرنسا الاف الجنود النظاميين وعناصر القوات الخاصة برخان المتمركزة في منطقة الساحل التي ترزح تحت الفقر واعمال العنف اشتركوا في القناة